السفينة رازوني أول سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي السفينة التي ترفع على مسيرليون غادرت ميناء أوديسا يوم الاثنين الماضي محملة بنحو ستة وعشرين الفا وخمسمائة وسبعة وعشرين طن من الظرة رست هذه السفينة في ميناء إسطنبول على البحر الأسود لتفتيشها من قبل مسؤولين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة عقب التفتيش وبناء على النتائج تنطلق هذه السفينة نحو وجهتها النهائية إلى مرفأ طرابلس شمال لبنان تعد السفينة رازوني واحدة من ضمن سبع وعشرين سفينة أخرى من المقرر انطلاقها بواقع سفينة واحدة يوميا خروج الحبوب الأوكرانية تم بموجب اتفاق ثلاثي بين الدول الثلاث وبرعاية أممية ونص على تأمين ممرات لعبور شحنات الغلال الاتفاق الذي تم توقيع في إسطنبول يسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ثلاثة موانئ على البحر الأسود كان العمل بها قد تعطل بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا يهدف الاتفاق إلى نقل وتصدير ما بين عشرين وخمسة وعشرين مليون طن من الحبوب الأوكرانية وذلك للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية